والنهاردة بنتكلم عن بطل حلقتنا التبساح المعروف باسم جوستاف كان موضوع تكاونات لأكتر من عشرين سنة النهاردة هنتعمق في القصة المزهلة دي وهنكتشف الصراع المؤلم اللي اندلع في الممرات المائية الأفريقية نبدأ قصتنا خلونا نرجع للتسعينات علم الزواحف باتريس في وفريقه جات لهم أخبار عن تمساح نيلي ضخم بيوشع ان هو بيتجول ما بين نهر روزيزي وبحير التنجانيكا وقرر في ان هو يعمل تحقيقات أكتر وخصص جزء كبير من حياته المهنية لدراسة جوستاف اللي كان يسمى بآكل الإنسان في بورندي